كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله غداً وبالتأكيد عندي كلام مهم جداً وإن كنت أنا رفض قصة إن الضغط اللي حصل عالمياً على بملاك تسيميا ومحاولة إن المواقع في المغرب تكتب إن زي ما الأهلي متخوف من بملاك تسيميا أيضاً الوداد متخوف من بملاك تسيميا هنتكلم في النقطة دي ولكن معنا لقطات حصرية الآن لقناة النادي الأهلي لكواليس يعني نعيبي النادي الأهلي وهم رايحين للمران الأخير يعني كل التوفيق لعيبي النادي الأهلي وتحديداً يعني الخط الأمام بإذن الله يسجل بكرة بإذن الله يعني بيرسي تاو عجبني حالة بيرسي تاو النفسية تحديداً بيرسي تاو اللاعب اللي خرج من أرض الملعب وطبعاً دكتورة بولوفا والجانب النفسي اللي بيعمله مع اللاعبين وحسين الشحات الحقيقة عجبني جداً حالة بيرسي تاو وقت ما الحاكم صفر كان هو فرحان بالفوز وطالع بيشاور للجماهير في المدرجات بقصة الفوز وطبعاً أليو ديانج عليه دور مهم جداً في أنه يعني يعني يحطم هجمات فريق الوداد ويقدر أنه هو يفكرنا بواحدة من ذكريات التمريرة اللي عملها لحسين الشحات وسجل فيها هدف رائع في مرمى الوداد كانت ركنية للوداد عملنا أفضل من وجهة نظر مرتدة في مشوارنا الأفريقي بالكامل لمسة واحدة من أليو ديانج حطت حسين الشحات مع مدافع وحارس المرمى وإدرح حسين الشحات يعني يقدم هدف من أجمل أهداف دوري أبطال أفريقيا كل التوفيق إن شاء الله للعيبي الناد الآلي والحالة النفسية اللي فيها العيبي الناد الآلي إلى الجميع بلا استثناء اتكلموا عنها وإن حسين الشحات وطبعاً كابتن عمر السلية اللي تحدث وقال إن المدير الفني مرسيل قولر قالك ارفع راسك فوق انت فايز في موراة الزهاب وده وحش أفريقيا كابتن محمد الشناوي ربنا يحميه يا رب ويحمي كل اللاعبين مهمة كبيرة ولكن إن شاء الله هم ادهر أعتقد يا أسامة يعني زي ما بنتكلم الملامح بتاعة اللاعبة تركيز هدوء الناس يا جماعة واخدى المباراة في إطار انت فريق كسبان أنا مش شايف أي لعيب تنشن ولا أوفرلودد ولا أي حاجة البعثة موجودة طبعاً كابتن حسين غير رئيس البعثة وكابتن محمود الخطيب متواجد أعضاء مجلس الإدارة دكتور سراج المهندس خياد مرتاجي أستاذ طريق أنديل كل الناس طبعاً كابتن محمود الخطيب قدامنا على الشاشة أعتقد مهم جداً اللاعبة حاسة أنك كل معاها جمهور إعلام إعلام طبعاً النادي الآقل لأن في بعض الأمور اللي فيها تحفظ بس مش هنروح لها ولكن الحالة كويسة الحالة النفسية أعتقد يا أسامة أنت شايف اللاعبة هادية ومرتاحة وأفضل أفضل من الزيارة الأخيرة للمغرب الحقيقة والنهاية الأخيرة وعشان كده أنا يعني إلى حد بعيد مطمئنة جداً كل اللي بنتمنى توفيق ربنا يكون حليف النادي الآلي لأن دي مباراة بتحسن بتفاصيل صغيرة جداً والتوفيق لو حليفك بإذن الله بإذن الله تبقى بطل أفريقيا لكن عجبني حالة التركيز عجبني حالة التركيز ودي طبعاً كانت لقطات يعني لقناة النادي الآلي وطبعاً أمام الفندق تشجيعاً من الجماهير اللي موجودة الحياة حضر بالأمس حوالي 34 مشجع دخلوا وقت مكان التمرين مفتوح للتصوير أنا عدتهم بالزبط ولكن دايماً بنقول الصوت الألف صوت مليون فالواحد بيفرق جداً وأنا أريد أقول لكم احنا خدنا بطولة من المغرب باثنين مشجعين كانوا موجودين خلف الفريق أمام كايزر تشيفز فده قيمة مشجع النادي الآلي اللي الحقيقي حقيقي بيكون فارق بشكل كبير جداً مع النادي الآلي